دلوقتي في كتير أحبائنا مسلمين عم بشاهدونا وعندهم تساؤلات كتير في أزهانهم وطبعا من إخلاص يعني مستعد حتى يموت من أجل إيمانه فإيش الوسيلة شو الرسالة اللي ممكن أنت توصليها من خلال اختبارك العملة ومقابلتك مع يسوع المسيح أكثر حاجة أقدر أقولها بس تاني اللي أنا هقوله أكثر ما ينطبق علي أنا لأن إحنا مختلفين بس الله ده أنا عقل عقل طيب شو المطلوب طالما أعطينا عقل شغل العقل كيف شغل العقل لو مثلا أنا هقول مثال بسيط جدا يعني مثلا مش الله رحيم نعم ومحب ودي أسماء من أسماء الحسنة طب إذا الله محب ورحيم بالعقل إزاي يبقى محب ورحيم ويديني أنا أمر أن أنا أقتل كل من لا يطبعه مثلا لكن ما في بأسماء الله الحسنة محب يعني أو محبة الله محبة الودود فيه أطرب كلمة الودود في الودود آه بس فيه الرحيم نعم فيه الرحمن فيه بس ولو فسرناها بالعربي رحمة وبعدين لو كل اللذين يجاهدون في سبيل الله القاتلين في سبيل الله لو راحوا الجنة يعني الجنة ما فيها إلا مجموعة من القتلين القتلة قتلين بالعقل ده أنا لو شغلت العقل عايزة أقول حاجة أهمية يعني أنا بيتكلم عن القتلة نصيبهم بحيرة النار المتقدة المفروض لن أخدوا أرواح ناس المفروض ممنوع حد يخد إلا بس الله هو اللي بيخده وبعدين ما هو يعني إذا الله سمح زي ما أنتوا بتقولوا كنخلى كل الناس أمة واحدة والناس كلها بتفكر بشكل واحد يعني اللي بيحصل ده وتفرقد الأجاني سمح من الله أنا بحاول أتكلم بلغة المسلم إذا كان بسمح من الله يبقى أنت ليه تروح وتقتل واحد من هناك شاء ربك وحد الأقوام مثلا كلام مناقض نفسه جدا إذا شغلت العقل وبعدين حاجة تانية مهمة جدا ما تخافش تتكلم مع الله منك ليه دي مهمة جدا طب كيف ممكن يعمل يعني إحنا معنا أكم دقيقة يعني توصل هاي الرسالة اللي جربته والله أقدر أقول عليه وإنت بتتكلم مع الله مش لازم تتوضى بشكل معين ومش لازم تستحمى بشكل معين ما بقولش أن أنا بقى معفن وإن وقف بكلم ربنا لا حاشة بس مش لازم تقوله عشان خطر فلان ولا عشان خطر علان ارفع وجهك للسماء وتكلم مع الخالق لأنه هو اللي عملك شو يقوله؟ اللي في قلبك وريني طريقك اعلن لي عن ذاتك افتح لي الباب اللي أشوفك فيه طلعها بالشكل اللي اتطلعها بيه ده مش كلام محفوظ ولا كلام مقروق ولا كلام حد يقوله لك تقوله لا افتح قلبك لو عايز تعرف طريق الله الحقيقي يقوله يا رب وريني طريقك بس